بما الأسئلة عندي لأننا نعد الإخوة لكن ترى أحيانا يأتينا شيء في البرنامج أسئلة لا يمكن السكوت عنها ولا التراجع عنها أنا قلت تحيي الله إيران لأن إيران هي حديث اليوم شيخ ناصر وأنتم لكم كلام كثير في إيران اليوم لم يعد خافيا حتى وسائل إعلام التي كانت تلومنا بسياطها الحرفي في كتاباتها وتقول لا تتعرضون للطائفية اليوم انكشفت الأوراق اليوم أصبح الوضع واضحا دولة تهدد المنطقة من منطلق دينها وليس من منطلق إشكاليات حدودية هذا شيء أصبح واضحا تهديدها الآن للسعودية وجودها في البحرين وجودها الآن امتدادها في كثير من الدول وصولها لليمن إلى غير ذلك لا ينبغي حقيقة ولذا لعل سماحة الموت في تصريحه الأخير التصريحات السياسية السعودية التي أطلقت يجب حقيقة أن يكون لنا موقف منها من خلال منطلق شرعي ولا أظن أن برنامجا يعالج ذلك مثل ما يعالجه الجواب الكافي شيخ ناصر من عشرين سنة أو أكثر من عشرين سنة أذكر أني قرأت لك مذكرة حول هذا الأمر ويعني ذاك الوقت يمكن ما كان عندي الأبعاد التي أشوفها اليوم لكن يتذكر أن ذاك الوقت الذي كتبت هذا الأمر كان الناس يصفونك بالمبالغ ويرون أنك معلش بها الكلمة بين قوسين أنك متشدد في طرحك اليوم هل انفتحت الأوراق وأصبح الوضع واضحا للجميع لأسيما بعد أحداث البحرين والتهديد الذي يصل الآن للملكة عربية السعودية حقيقة هم من ما يؤلم يا أخي محمد أننا لا نعرف الأشياء إلا بعد فوات الأوان أحيانا قبل عشرين سنة بالتمام والكمال أو أشك بدقة عام 1413 قدمت مذكرة قمت بإعدادها مع مجموعة من طلاب العلم لسماحة الشيح عبد العزيز بن باذ والأعضاء هيئة كبار العلماء فردا فردا وفيها اسم خطر الرافضة في بلاد التوحيد بل في الحقيقة قبل ذلك قبل ثلاثين سنة أو أكثر عندما قامت دولة الرافضة في إيران مع كل أسف أن حتى بعض طلاب العلم رأوا أن دولة إسلامية بل اسمح لي لو قلتك أن البعض يرونها خلافة إسلامية صحيح أذكر حتى بعض طلاب العلم وكنت أناقشهم في هذا الأمر وبينا خطورة هذا الأمر صدر وقتها كتاب وسبقا عشرت إليه كتاب وجاء دور المجوس وطلب مني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باذ رحمه الله لما بلغوا الخبر أن أذهب إلى مصر وآتي بالكتاب وذهبت إلى مصر ووجدت لا زال في المطبعة أذكر مطبعة اسم مطبعة الجيل العجيب أن مطبعة نصرانية لأن المسلمين رفضوا يطبعونا هناك يقولون هذه دولة إسلامية كيف نقول أنه مجوس لاحظ كيف فأخذت نسخ من الكتاب وكان معي خطاب من الشيخ عبد العزيز وجئت به وسلمناه لأعضاه هات كبار ولما في وقته هذا قبل أكثر من ثلاثين سنة نعم هؤلاء في الحقيقة دولة مجوسية دولة حتى ما أقول شيعية لأن كلمة الشيعية ربما تتفاهم الشيعة على مدار الزمان بعضهم تفاهموا مع المسلمين في وقت من الأوقات أحسن المجوسية هم دولة وثنية دولة تعرف المجوس دولة كسرة نعم دولة مجوسية كسروية لكن استغلت المذهب الشيعي نعم لأنه لا تستطيع تستطيع المذهب السني لتمرير مبادئها تصور مثال جدا يعني هم الآن يعظمون مثلا يوم عاشورة على سنة نموقة الحسين يعطون إجازة يوم واحد عيد النروز 13 يوم إجازة وهو عيد مجوسي شعارهم الشمس وشعار دولة المجوس كلهم شعاراتهم دولة مجوسية الحقيقة بناء ولذلك من هو أشد أعداءهم الآن من الصحابة من هو عمر رضي الله تعالى عنه وعمر هو الذي فتح فارس المفروض يفرحون بعمر لأنه هو الذي أدخل الإسلام إلى فارس رضي الله لكن هو الذي أسقط لكن لأنه هو الذي أسقط دولة الفرس الدولة المجوسية دولة المجوس فهم يحقلون عليه حق عجيب جدا إذن يجب أن ننطلق من هذا المنطلق أن دولة مجوسية لكن استثمرت أو استغلت المذب الشيعي وأنت تعرف أن هناك دول تستغل حتى ما ذهبها للسنة تستغل الإسلام نعم نعم دول سنية مع كل أسف بالجملة أو بلاد المسلمين تستغل الإسلام هنا هؤلاء يستغلون المذب الشيعي وليس هذا تبرئ المذب الشيعي كلا فالرافضة كما تعلم خطرهم عظيم جدا ثم قدمت هذه المذكرة ومع كل أسف كما قلت هناك من قال لي هذا الكلام لا يهمني هذا اللي هم الحقيقة الآن تكشفت الحقائق المشكلة تدري ما هي أننا لم نعالج القضية من منطلق شرعي كما أشرت أنت وكما أشرت أنت وهذا ليهمني أنا في الجارة نعم أننا لم ننطلق منطلق شرعي بصراحة انطلاقاتنا انطلاق سياسية طبعا الشرع ليس ضد السياسة الشرع ليس ضده لكن الشرع هو المهيمن على السياسة الخطورة عندما تكون السياسة هي المهيمن على الشرع مرة نمنع ومرة نوافق مرة نصر حلال مرة نصر حرام مرة نصر هذه الخطورة جدا كيف نتعامل يا شيخ؟ نتعامل تعامل شرعي ومطلقات شرعية وتراعى نعم المصالح والنفاسة قطعا الله سبحانه وتعالى يقول في مكة كفوا أيديكم وهو جهاد عظيم كفوا أيديكم أيضا يقول لا تسبوا الذين يدعون من دون الله هذه المراعات السياسة الشرعية السياسة الشرعية من الإسلام لكن يكون المهيمن هو الإسلام الآن كشفت عن أوراقها تدري ما الخطورة التي أقشاها؟ أنها بعد فترة تحل حلول وقتية أو الدبلوماسية وتعود المسألة من جديد ويخططون ويتآمرون ثم بعد ذلك ننكش محل انظر ماذا حدث في البحرين كادت البحرين أن تذهب لو لا تفق الله سعى وحفظ الله جل وعلا ثم التدخل الحقيقة درع الجزيرة تدخل في البحرين تسمي احتلالا اليوم هو احتلال قطعا لا هي تسمي هم يسمون واللي يفعلهم بالنسبة لهم حقيقة أتعلم أن خطباء من أهل السنة كما حدثنا أحد مشارك البحرين يقول خطبوا في البحرين يطالبون بأن يكون حلف أو ضم البحرين للمملكة شوف كيف؟ لأن المجرى هي التي حمتهم الحقيقة من هذا المد المجوسي وإلا ما دخل إيران فيها إيران لها أبعد من ذلك الآن الخطورة أننا إلى ألم نحس بهذا الأمر لا نزال نحسن الظن في هؤلاء أنا أقول كما قلت وأقول مرارا الرافضة أو الشيعة في بلاد مسلم أقول يعاملوا بالعدل لكن لا يعاملوا بالإكرام الآن الرافضة أسمح لي في بلاد مسلم حتى عندنا يعاملوا بالإكرام لا يعاملون بالعدل مواطن يا شيخ ناصر مواطن؟ طيب ما معنى أن يخرج واحد يطلب عزل المملكة تماما ويخطب خطبة جمعة بعد سبعين يخرج وناس عندهم سنة ما حكموا محاكمات كيف يخرج؟ يخرج من السجن بعد سبوعين ويخطب خطبة كما قال لأحد أسوأ من الخطبة التي قد وهي أسبوعين فقط وهو يطالب بعزل المنطقة الشرقية بالكام ويعود خطيبا بعد أسبوعين كيف عزل؟ عزلها بشلو يعني؟ يعني فصلها وضمها مستقلة أو لإيران باختصار طيب ثم بينما أبناؤنا سنوات لم يحاكموا لم يخرجوا هؤلاء عملوا اسمح لي بالإكرام وإذا أنت أكرمت الكريمة ملكته وإذا أكرمت اللئيمة مرد هؤلاء لأماء أنا أقول عملهم بالعدل العدل كفل لهم يكفل الحق لكل مسلم وبل كل الإنسان حتى الكافر حتى الحيوان أما أن يعاملوا بالإكرام هم يعتبرون ضعف يعتبرون الذي يجري الآن ضعف كل يوم نسمع أخبار عن إخراج مجمعات منهم مجرما هاي أشياء أنا أقول يحالوا للشرع ويبين حكم الشرع فيهم والشرع لن نظلمهم الشرع لن نظلمهم فيحاكمهم بالعدل والله أعلم طيب هذا الملف ملف ساخن لكني أرادت من خلال الجواب الكافي يعني حتى يعني يراعي الإخوة وضعنا ولا يقولوا مثلا الجواب الكافي يدخل في قضايا إلى غير ذلك الجواب الكافي من طلق الشرعي أنا أخذت الجزئية الشرعية في الموضوع لأنه كما ذكر ضيفي أن المعالجة اليوم هي معالجة سياسي ومع ذلك سأعود إلى حديث إيران بالمناسب حديث إيران حشان بس الوقت لا أنساه الآن البعض ينادي أن أهل السنة في إيران الآن يضطهدون الآن للإمارات الآن بعضهم في قطر إلى غير ذلك لم نسمع هذا الملف حتى التعاطي الإعلامي كان تعاطي مخجيلا لم يفتح هذا الملف الإيراني عندهم وهو ملف أهل السنة نعم وهذا أيضا من الأخطاء تصور طهران بكاملها لا يوجد فيها مسجد الجامع لا يوجد فيها مسجد لأهل السنة طيب تصور إقصاء أهل السنة في كل مكان في الأحواز وفي غيرها ظلم أين دول أهل السنة لتقف مع هؤلاء لماذا لا توجه لهم الدعوة وتحاول أيضا أن تضغط على إيران نعم كما هي ويتحاول أن تضغط علينا عبر أركانها الموجودين اسمح لي وعملائها الموجودين في بلاد العربية وبلاد الإسلامية وفي المملكة أن يضغط على أولاد خاصة نسبة عالية جدا نسبة الشيعة عندنا لا تجاوزون ثلاثة بالمئة وعلى أقفى تقدير ومركز الدراسات وأنا اطلعت عليه وهذا تقريب مخبرات الأمريكية لا تجاوزون خمسة بالمئة هذا تقريب مخبرات الأمريكية المتحالفة مع إيران اسمح لي خمسة بالمئة في السعودية في السعودية بينما السنة فوق أربعين بالمئة في إيران نعم هؤلاء يعطون ما يقول حقوق كاملة أكثر من حقوقهم يعطون فكيف؟ بينما أولاك أبسط الحقوق لا يجدونها لماذا لا يدافع عنهم؟ لماذا يحاول أن نتعامل مع أهل السنة في إيران؟ والله أني أخشى أن نلقى الله جل وعلا وعلينا غذبان لتساهلنا في حقوق إخواننا في إيران لتساهلنا في حقوقهم والوقوف معهم سنوات كثيرة وإلا لو أننا ربطنا معهم الروابط بهدوء وبحكمة واستمر التواصل معهم وإعطاهم المنح الكثيرة جدا الآن إيران تعطي منح بلاد المسلمين في كل مكان صحيح نعم لماذا لا نعطي النسبة الكبرى لإخواننا السنة في إيران؟ هذه مسؤولية كبرى الحقيقة وواجبنا عظيم ولكنني متفائل بإذن الله متفائل لأن الأوراق انكشفت كما قلت وإذا لم نستفد أنا أخشى أننا أخشى أن حل بنا قولت تعالى أو لم ترى أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون أو لم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا يذكرون إلى متى نعرف الدروس وأن تلقى الدروس من إيران وغيرها والله راحت العراق كلها بكاملها الآن نعم نعم انظر ماذا يجري الحوثيين في شيء ساعدها تعرف الآن خلاص أعلنت محاف شيعية مستقلة تقلن حذي ساعدها طيب إذن أنا أخشى الحقيقة من شيء آخر يا شيخ هذا البلد يقول الله سبحانه وتعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا نعم أولم نمكن حرما ويتخطف الناس من حولهم انظر يتخطف الناس من حولهم ونحن في هذا البلد الآمن أنا أخشى أننا لا نستفيد من الدروس نعم لأكون صريح معك ما يجري من آثام ومعاصي ما أسمعه مثلا في الجنادرية أو غيرها من معاصي ينداله الجبين يا أخي الكريم منكرات في معرض الرياضي الدولي معرض التعليم العالي ألننتق الله جل وعلا ألم يخذ الجيش أحد بسبب معصية بعض الرمات نبن نعود إلى الله ونتوب إلى الله جل وعلا وإلا فليس بيننا وبين الله حسب ولا نستفى طيب أنا بغلق هالملف لأنه عندي أسئلة لكني بغلق بكلام واحد حتى المشاهد يكون على بصيرة في الوضع الداخلي الآن في مسألة التشيئة الشيخ ناصر أنت الآن المشاهد العامي العادي ربما لا يفهم أبعاد كلامك في قضية أنك تقول مثلا أن هؤلاء في كل بلاد العالم يوجد أقليات سواء كانت نصرانية يهودية شيعية إلى غير ذلك يعني كيف يمكن أن نفهم من كلامك الآن أنه موجود شيعة أو رافضة في السعودية مثلا وهم مواطنون لهم حقوقهم واجبات وغير ذلك هل تظن أن هؤلاء الولاء عندهم يكون ولاءا سعوديا أم ولاءا غير ذلك وإذا كان غير ذلك هل يمكن أثباته؟ أولا أنا أوضح أن الشيعة على مدار التاريخ كانوا يتآلفون مع أهل السنة وسنوات ولم تحدث مشكلات فإذا أنا لا أعمم الحكم على كل شيعي حقيقة هذه من باب العدل ثم الشيعة ليسوا سواء نعم شيعة في منطقة عندها ومنطقة أخرى وثالثة ليسوا سواء ثم هم مختلفون في ولااءاتهم لكن حقيقة ولايتهم الحقيقية لسدنتهم لأسادهم في إيران للآيات وهذا ثابت حقائق نعم فأنا أقول يعاملون بالعدل ولايتهم الدينية نعم ولايتهم الدينية لا شك في ذلك فأنا أقول يعاملون بالعدل وكلمت بالعدل هذا إن الله يأمر بالعدل وإذا قلتم فعدلوا فإذن العدل لا حدا أقضب منه لكن لا أدعو لظلمهم لكن أخشى ما أخشى في مذكرة لشيخنا الشيخ سفر يقول عندما تتحكم الأقلية بالأكثرية وتكلم عن ثلاثة بالمئة في المملكة يتحكمون في أمور كثيرة في المناهج وغيرها حقيقة هنا الخطورة يا أخي الكريم أما معاملتهم بالعدل أيضا لا نسويهم سوا ما نقول كل شيعي كل عميل لا يزم من هذا لا يجب أن نعدل ويجب أن ننظر لهم بمقياس الشرع لكن أتكلم عن رموز أتكلم عن أناس أحداث الآن وكل يوم تكشف الأحداث طيب الأخوان والمشايخ واسأل الشيخ محمد العريفي دخل إلى القطيف واد الصور الخميني وخاميني هي الموجودة في الشوارع ماذا يعني بالله عليك هذا أليس هذا يعتبر نوع من الولاء نعم نعم في القطيف هذا هذا نوع من الولاء الحقيقة هو معروف ولا ينكر طيب إذن يجب أن نعرف مآلات الأمور وهذه ثابت حقيقة وقد سئ كثير منهم لو حدث كذا وكذا قال نحن مع ملالينا من هم ملاليهم اللهم استعلم أنا لا أدعو ترى إلى توتير الأمور لا والله لا اسمح لي لكن أدعو إلى فهم الأمور فهم حقيقي منذ عشرين سنة كما قلت وأنا أقدم وأحاول أبين ولكن أقول لهم جميعا واسمح لي أخذ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله أمرتهم أمري بمنعديج اللواء فلم يستبينوا النصحة إلا ضحى الغادي هذا الذي أخشاه طيب والله ملف شايك هو مهم جدا لكن دعني أرجع الأسئل مؤسسة ديوان المسلم حينما ترسم الكلمة المنهج ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر